السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتحضر في المدرسة ولا وليه امرك هيمضي لو وليه امرك مضى اللي انت ما تروحش خلاص هتطبق القولان زي مقال الرئيس تطبيق خطة ايام الحضور في المدرس بالفصل الدراسي الثاني 13 مارس طبعا بدل عام الدراسي الجديد وسط اجراءات كتير من الاحترازيات ضد كورونا اعلنت المدريات التعليمية تطبيق الخطة في حضور الطلاب عقب استقناف الدراسة 13 مارس المبين الخطة تبقى عامل ازاي ايام الحضور ازاي الاجراءات الاحترازية وكل حاجة تبقى تمام بس وفق الخطة الزبنية اللي انا مقتنع اللي ما حدش حد يروح مدرس طالما الرئيس قال كلا فان ايام الحضور لطلاب النظام التعليم الرياضة للاطفال والصفوف من الاول حتى تلتة ابتدائية هيكون حضورهم في مدارس الفترة الوحدة اربع ايام في الاسبوع يعني من امتى الامتى هنقول مثلا من الحد للاربع وفي مدارس الفترتين هيكون حضورهم تلتة ايام في الاسبوع تب من ربع ابتدائية حتى ستة ابتدائية يكون حضورهم في مدارس الفترة الوحدة يومين اسبوعيا اما في مدارس الفترتين هيكون حضورهم تلتة ايام في الاسبوع تب طلاب الورحلة الاعدادية من قولي اعدادة حتى تلتة اعدادة هيكون حضورهم يومين بس في الاسبوع ويحضر طلاب الصف الأول إعدادي ثبت وثلاث ويحضر طلاب الصف السن الإعدادي حد واربع ويحضر طلاب الصف السن الإعدادي يومين اللي هو الاثنين والخميس ممكن تتعدل تبع المدريات وتبع المدارس نفسها بالنسبة لطلاب أولى وتانية سنة ويكون حضرهم يومين بس أسبوعيا وفقا لتعليمات سيدة الرئيس هيكون حضر في المدارس الاختياري اللي انت عاوزه وفقا لرغبات ولي أمرك ولن يتم تسجيل أي غياب ولكن سيتم توقيع أكرار رسمي من ولي أمرك في الإدارة التعليمية ويحق الولي أمرك اختيار إعادة السنة درساء عن طريق الممكن أقدم طلب للإدارة التعليمية والمدريات أعلنت إعادة تشغيل مجموعات تقوية في المدارس مع تطبيق طبعا كافة الجراءات الاحترازية الكلام ده لو انت عاوز تروح المدرسة أو انت عاوز تكمل لكن لو ولي أمرك مضى خلاص الموضوع منهي والموضوع سهل وبسيط إن شاء الله ده كان آخر حاجة وصلتنا عن تطبيق خطة أيام الحضور في المدارس بالفاصل الدراسي الثاني ربنا يكتب لأولادنا الخير والسلامة إن شاء الله ياريتنا مشتركش في القناة يشتركوا فعلى الجرس حتصلك كل جديد إن شاء الله وربنا يكتب لأولادنا الخير والسلامة كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال أندر تنتظرني كل يوم بس مباشر يحرس في التعليم يكون معنا أخبار جديدة وحصرية من مصادرنا الرسمية في أمان الله اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك